السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولقاء تانزانيا اللقاء اللي يدخل في تصفيات كأس العالم جينا نشوفه خمسة أوراق ربيحة اللي ممكن تكون من المنتخب الرغطاني المغربي أمام منتخب تانزانيا منتخب تانزانيا ليس بالمنتخب السهل واجهنا جوجل المرات واجهنا يوم 21-11 وفوزنا بجوزة في القلب تانزانيا وواجهنا يوم 17-1 في قلب الكود ديفور وفوزنا بـ 3-0 إذا منتخب تانزانيا كان يفوزه له ولكن مهم مبقاش في منتخب السهل في إفريقيا نشوف هذا الخمسة أوراق ربيحة اللي ممكن تكون منتخب المغربي أمام تانزانيا اللقاء بلاعب رقم 1 شادي رياض 20 سنة لعب ريال بيتيز الإسباني اللي يوم العناصر اللي تقدر تكون مؤثرة داخل المنتخب المغربي لعب قلب ديفع اللي ممكن ينفع المنتخب المغربي كثير صراحة مش عاد أوسام العزوزي لعب نادي بولونيا الإيطالي اللي يوم العناصر اللي تقدر تكون رائع صراحة في المنتخب المغربي عنده 22 عام ونصر جيد صراحة اللي ممكن يكون داخل المنتخب المغربي مشو اللاعب الثالث آريش آريصون اللاعب 22 عام لعب ريمس الفرنسي اللي ممكن كدلك اللاعب اللي ممكن ينفع المنتخب المغربي كدلك يكون ورقة ربيحة بطبع الحال في هذا اللقاء التنزاني كنت لعيكم في سنة عام ٢٠٢٥ مشو اللاعب الرابع اللي عنده 19 عام إلياس أخو ماش لاعب ذي ريال إسباني نحن كنشوفه آآ لاعبي الشاب بزاف صراحة في المنتخب المغربي هذا واحد شيء رائع شيء حاجة كبيرة صراحة المنتخب المغربي مشو اللاعب رقم خمسة اللي واسمه إلياس وكلعب موناكو إلياس بنصغر 19 عام لعب موناكو الفرنسي اللي يوم العناصر الجيدة اللي ممكن تكون ديال منتخب الوطن المغربي مشاهدنا باللقاءات تحرك صراحة شيء مزيان عمل شيء منتاز لا أمام أنجولا ولا أمام الموريطان هذا شيء اللي يقين شكرا لكم وإلى اللقاء